السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وياكم أنس من قناة المدينة المستديرة سوالفنا بدروس سابقة على الـ background ما لدينا في حالة أننا نريد نسويها شفافة يعني على سبيل المثال نأتي هنا نضيف background color نضيفها rgpa أو نستخدم hue saturation lightness alpha نضيفها على سبيل المثال نضيفها أبيض 0.4 لو حفظ لاحظ أنه ترعت فينا الـ background ما لدينا شفافة لكن للعلم إذا لاحظ التكس ما لدينا بعده بنفس القوة الشفافية يعني ظاهر ما بيأي شفافية ما بيأي تأثير زيان شرون في حالة أنه أريد أسوي تأثير شفافية على العنصر ماتي كله وليس الـ background نستخدم فات صفة اسمها opacity هذه تأخذ قيمة من الصفر لحد الواحد الصفر نقصد بها أنه العنصر ما لدينا هو full transparent يعني مخفي والواحد اللي هو ظاهر فعلى سبيل المثال هنجرب أنه نضيف صفر سيطلع هنا سيطلع أنه الأنصر نختفى بس مكانه بعده موجود يعني بس هو مختفي وفي حالة أنه زيادنا مثلا خلي نقول هو point 4 طبعا نقدر نكتب صفر point 4 كلش طبيعي فطلع ومثل ما نلاحظ أنه تيكس مالتنا شفاف صار ممثل قبل قبل كان أسود مبين بس السلسة حاليا صار شفاف ونقدر نطيق طبعا بالدفولت مالتا هو الأوباسيتي واحد كامل فيطلع ويانا بهذا الشكل هذا نستفاد من عدها ببعض الأحيان أنه مثلا عدنا دقما وريد نسو عليها تصميم أو صورة أو فدع انصر أنه نريد مثلا لما نمرر عليه الماوس أو مثلا هو يكون مخفي يعني أنه يتبدل الأوباسيتي مالتا إلى واحد لما نمرر عليه الماوس أو لما نضغطة للعنصر وهكذا يعني يفيدنا بالتنسيق والترتيب والقيام مالتا هي تتراوح بين الصفر والواحد الصفر هو فل ترانسبيران يعني مخفي والواحد هو يكون باهر حالة حالة الألفة اللي استخدمناها بالبعجروند سواء كانت هي الـ RGB أو الـ HSL اشتركوا في القناة